هاي هون عنا. الله عصدر هاي هاي ميزة من طن. ما فيش هاي مسكرة. يعني هاي طبعا مش مسكرة. شو رحكون فيه بين هاي هو. رحكون فيه سيل. رحكون فيه جلدة هاي او بالعرب مرة تسميها الوبادي او اشي زي هيك. السيل هذا رحكون مسكر المساحة هاي هون. ومين ساعد اني منع الهروب متذكرين? ايش الخاصية اللي ساعدتني? الفيسكوسيتي الفيسكوسيتي من الخصائص اللي بتمنع هذا الديكوت ان يمر من هون زي اللي بسكوستي مناسبة. فهلا الرض هاي رح تير تتحرك. عمالي بعمل اللي هو عبارة عن في الديستنس او في هاي ستروك. يكون عندي كذا جول. عمالي في التحرك هون. موجود. موجود عنا على ريحة. لازم في الاتموسفيريك برشور. فالاتموسفيريك برشور رح يضبط على هذا من هون. لما منسحب هاي الرض من هون رح تخلق. ايش تعريف الفيسكوس. ايوة. اقل من الاتموسفيريك برشور مش النوزيرو. اي اقل من الاتموسفيريك برشور بنعتبره نوع من انواع الفيسكوس. هاي كلمة في كتب بشكل عام في كتب الهندسية بتعبر عن اقل من اي اي اقل من يعتبر بنسميه فلما احنا سحبنا من هون خلقنا هون او منها برشور منخفض هون سكرت هاي رح تفتح هادي اللي موجودة هون لانه هذا الضغط الاتموسفيري برشور عم يضبط على هاي من هون. والبومب هلأ اظن هادا احد الاختلافات كمان الاساسية بين والبومبس انه هاي ما بتحتاج هي اللي بصير هون رح يعرضي هادا الفلود. رح تطلع الفلود من هون. لانه بتقدر تخلب منصفة. لما سحبنا هاي هذا سكر صار فيه من هون سحب الفلود هادا ودخل. المفروض حسب المسافة طبعا اللي بسحبنا هون اعط بهذا من هون فمكون سحبت لما هلأ بلطبت فش بسكر هادا وبفتح هادا من هون فبعمل لكمية المنقوبة هادا نوع من انواع اللي هي يعني ها عمالة تروح بتيجي عم تعمل بسكر وقتدفش الفلود هادا وقتدفش الفلود هادا وقتدفش يا رحسان سبيل.